موسيقى مرحبا فيما كنتم تابعين حلقتنا اليوم من برنامجكم اليوم يؤسرت على القناة الأولى دايما سعادة انطلقوكم ونتمنى اننا نكونوا خفافة على قلوبكم وممكن تفعلوا معنا تعطونا اراءكم واقتراحاتكم للبرنامج بانستغابر صفحات الأولى لما وقع التواصل الشمائي لتظهروا لكم أسفل الشاشة أنا رحب بضيفاتك كل من دكتورة لبناء بن ميلود الأخي صعيف تحالي التبية مرحبا وسعادة تكون بيناتنا دكتورة مرحبا زينب ومرحبا بمشاهدي الأولى شكرا لك أنا رحب بضيفتنا أيضا فقرة ترات وتقافة سيدة صوفيا أخميس المديرة التنفيذية المؤسسة علي زوالي مهن التقافة مرحبا بيك شكرا لك مرحبا منورنا بالحضور ديالك مشاهدينا كرام دبشوي غادي نتعرفوا على أكاديمية تأليزة ولفنون التقافة شنو هي كيفاش تشتغل وتتأثر الشباب وتترافقهم في بزاف ديال المجالات ما زال من دبشوي غادي نصادفوا بفقرة نجم أسرتي الفنان والنجم زاكريا الغافولي ولكن بداية حلقتنا بفقرة صحتي رسمالي نخصوها اليوم باش نتعرفوا على التحالي اللي تتم إجرائها الكشف واحد من الأمراض اللي منتشرة بكترة في السنوات الأخيرة جرطومة المائدة شنو هي وكيفاش مجموعة من نقاط الأخرى جابنا عليهم دكتورة دكتورة بن ميلود قبل ما نتكلموا على شنو هم التحالي اللي تنديروهم باش نقوموا بتشخيص جرطومة المائدة نذكروا الناس شنو هي هالجرطومة المائدة جرطومة المائدة أو الجرطومة اللولابية أو الحالة زونية هي إليكوباكتاخ بلغي هي واحد الجرطومة كتواجد عن تقريبا خمسين ثمية من الساكنة ديالعالم جرطومة من الاسم ديالها جرطومة الحالة زونية علاش حالة زونية حين الشكل ديالها حالة زونية وكتدخل وكتتشبت بغشاء ديال المائدة وكتدير واحد الدرع واقي اللي هو تتخافي واحد الورياز واحد المادة كتنتجها وهذه المادة كتمنع أن المخاط أو الميكوس غاستريك أو المخاط العسارة الهضمية من أنه يقتلها ضيغ أن نحن كنعرف أن العسارة الهضمية الهدف منها هي بيانسور في عملية الهضم أنك تتقلب هو أو كتدلينا الأكل ديالنا كتترجع بوحي طريقة لأمعاء ديالنا كيقدروا نمتصوها وكذلك كتمنع أي جرطومة دخلنا عن طريق الأكل من أنها تأثر علينا هذه الجرطومة اكتشفت في 1982 من طرف جوش الأطباء أستراليين اللي قدروا أنهم يعزلوها في حد مخبريا جرطومة المعيدة شنا هو أهم حاجة أخصنا نعرفها لها أن 8% بدون أعراض تتكون صامتة صامتة في مرحلة خمول و20% كيكون الأعراض الأعراض ديالها كتقدر تكون طفيفة جدا وتقدر تمشي القرحة المعيدة في بعض الحالات إلى سارة المعيدة تقريبا 1 حسر 4% من الحالات تقريبا إلى سارة المعيدة وهذا هو الخطر فيها بالنسبة لدراسة في المغرب أنا حاولت نجيب دراسات مغربية نشوفه للكونتكست معه كان ديالنا شنو فيه أن جرطومة المعيدة كتتواجد عند الدكور كثير من الإنس وحد نسبة طفيفة بعد الأطباء كيقولوا أن حين الدكور كيتسدخين كثير أكل خارج المنزل كثير هدو هذا الجرطومة تسيب الأطفال كما تسيب مغسلة في الفئات العمورية وأكبر مرحلة كانت صبفها هي مرحلة الطفولة بعض الأعراض ديال هذا الجرطومة كيفاش نعرف أننا مصابين بهذا الجرطومة يقدر يكون عندنا الغتاية يعني نحس بالضخة في المراحل الشديدة يقدر نصب بالإغماء يكون عندنا نقصان في الشهية أو فقدان الشهية بعد الحالة هالشي كيأثر علينا في جيش النواحي أن فقدان المعادن وفقدان الفيتامينات اللي مهمة للدس ديالنا ضيغ إلا شفتوا بعد المؤثرين كيقول لك تساقط الشعر كانت عندي جرطومة المعادة وتساقط لها الشعر لماذا تساقط الشعر لأننا لدينا نقص في فيتامينا بي دوز أو بي نوف ونقص في المانيازيوم اللي كيعطينا اكتئاب بعد تأثر حالة نفسية نعم حالة نفسية ديالنا لدينا نقص في الزنك اللي كيعطينا الشوحوب بعد الحالات كيكون عندنا فقر الدم إما نتيجة مباشرة لقرحة المعادة لأن قرحة المعادة شنا هي أن المعادة ديالنا كتوليك تسيلنا بالدم وفي بعض الحالات تتقدر مشي لنا حتى تقب في المعادة وهذا كي دلنا فقر في الدم اللي الإنسان كيقدر ما كيعرفش علاش أنا كنا كل مزيان عندي كل شي مزيان وفي عندي هاد المشكل البراز ديالنا أو الخروج ديالنا في حالة الجرثومة اللولابية أو إلكوباكتغ بلوغي كيكون أسود لأنه كيكون عامر بالدم إحنا ما كنفهمش هاد الشي من بعد من دي الأعراض أيضا أن هناك كما قلنا السرطان اللي هو المرحلة الأخيرة والمتقدمة والخطيرة النتائج النتائج دكتورة واش تحليلتهم الوسيلة الوحيدة لتشخيص جرثومة المعيدة لا كان فحوصات أخرى كتقدر تمكننا من تشخيص جرثومة المعيدة ولكن الناس كيفضلوا تحليل طبي لأنها أقل أقل ضرر ولكن لأنها بسيطة أكثر المندر تشخيص بالمندر هو الطريقة المطلة لتشخيص جرثومة المعيدة يعني هي لفيبغوسكوب كيدخل الطبيب المختص لفيبغوسكوب وكيقدر يشوف يقدر يعطينا تشخيص لجرثومة المعيدة وكذلك يقدر يعطينا يأخذ بعض الخزعات أو عينات اللي كيقدر يقول لنا إن مرحلة وصلنا وصلنا الخلايا دي المعيدة دي ناور ونقدروا استباقيا نعرفوش عنا فقط قرحة المعيدة ونقدروا نعالجوها في وقت مبكر والتحليلات شو ندورها مع دكتور تحليلات عنا ثلاثة الأنواع للتحليلات أول تحليلة وهي تحليلات في الدم يعني واحد تحليلة ما كتتطلبش سياب تحليلة غير مكلفة بتاعتا وتحليلة بسيطة كنقوموا في أي وقت في اليوم المهم شكتعتنا هالتحليلة مضادات الأجسام يعني المضادات الزانتيكور اللي فرزهم الجسد دينا لمحاربة هاد الجرثومة ولكن كان واحد الشرط اللي هو أنما عمرنا ما كونو تعالجنا عن من هاد المرض وأن أول مرة كان ناخدوه هاد دواء موخا طريقة الثانية أو تحليلة الثانية اللي كان قدروا نقوموا بها هي تحليلة ديال الخروج دينا كان قدروا لقوا لزانتيجان ديال هاد البكتيريا أو الغشاء الخارجي للبكتيريا كان القواه في الخروج ديالنا بسيطة جدا في أي وقت من اليوم غير مكلفة كان دار شو الهدف منها الهدف ديالها جوش الهدف إما التشخيص أو بعد العلاج ولكن المشكلة اللي كان فيها أنها ماشي دائما كسران نفس نتيجة يعني لسيكريسون لكسيكريسون ماشي دائم يعني قدروا لقوا في هذا الخروج وفي خروج آخر ما لقواهاش يعني النسبة ديال ديال جاجعة ديالها تقريبا 65% وشنو هي التحليلة الثالثة والتحليلة الثالثة هي تحليلة ديال التنفس أو إليكوباكتر في التنفس كان عطيه المريض واحد المحلول اللي كيشربوه كان تكون فيه كاربون 13 كاربون 13 مشع مادة مشعة غير ضارة كان ديروا للتحليلة تنفس في واحد الأنبوب قبل المحلول وبعده وكان شوفوا القياس ديالهم كان شوفوا السود ثاني أوكسيد الكاربون اللي كيتنتج لنا إلي كان عندنا واحد النسبة يعني عندنا جرتومات المعيدة هذي كان دورها في الأغالب بعد العلاج والمهم في هذا شيء نحن نعرف أن لدينا شروط أيضا أن المريض خلص يكون على الأقل أربعة سمانات من وراء العلاج بالمضادات الحيوية أو على الأقل أسبوعين بالعلاج عن طريق الزي بي بي أو مضادات الحموضة تنعرفوا أن جرتومات المعيدة يمكن إلاجها نعم والتشخص المبكر تساعد في أن الحلول تكون سهلة وخفيفة على المريض غي هو وش الناس اللي كيتسابوا بجرتومات المعيدة خصهم كل موضة يعودوا التحاليل باش يشوفوا لا رجعت لهم أولا لا وتكلمت لا بعد التحليلات تديرهم بعض الإلاج بأسابيع شنو الهدف منها منظمة الصحة العالمية قررت مؤخرا أن ولا بد نكونوا متأكدين أن جرتومات المعيدة قمنا بإزالتها إغاديكاسو لأنها على المدى البعيد كل ما كان عندنا مدى بعيد في الإصابة بجرتومات المعيدة كتكون عندنا خطر يعني تنقوموا بهذه التحليل باش مطموح أننا مبقاش عندنا وأيضا لتفادي العدوى لأن تنسمعوا أن بعض العائلات كلهم فيهم إليكوباكتاخ بلغي أو جرتومة المعيدة علاش جرتومة المعيدة واحد البكتيريا كانتنتقل بطريقة بسيطة جدا عن طريق شرب الماء الملوث أو عن طريق الأكل الملوث بجرتومة المعيدة تلقوا أن جرتومة المعيدة أيضا توجد في اللعاب أو لساليف ديانا وكتنتقل عن طريق القبولات القبولات العلاقة الزوجية وحتى عن طريق الأيدي أو الأطفال شرغار غازل يدي قبل وبعد الأكل المهم جدا خصوصا بالنسبة الأشخاص اللي يكونوا في المطابق اللي يتبخوا تشاف الشخص تأكدتوا أنها تشاف كان إمكانية أو ترجع له وش ضروري بقى يدير واحد تحليلات للتشخيص المبكر خلنا نقوله بين خمصة ماشي تحليلات لتشخيص إحنا ما كان عالج جرتومة المعيدة إلا لكان أعراض إلا كان هذلك 80% للناس اللي قلنا قبل أنهم عندهم بصامتة ما محتاجين للا علاج ما محتاجين للا تشخيص المهم هو بسكتتين الأعراض تديروا تحليلات شكرا لك دكتورة على هذه المعلومات المهمة في موضوع آخر فرصة باش نتكلموا فطورات التقافة على أكاديمية علي زاوالي فنون التقافة شنو هي هاد الأكاديمية كيفاش كتخدم وشكون موجهة وبزفتي المعلومات نتعرفوا ولا رفقة ضيفتنا بعد مشاهدة الربرتاج أكاديمية علي زاوالي مهن التقافة بضل بيضاء هي فضاء ثقافي لتكوين الشباب بشكل مجاني في مجال إدارة وتسير الثقافي وكذلك المسرح الرقص الغناء والفنون التشكيلية والهدف هو تمكين المستفيدين من ولوج عالم شغل بسهولة مدتها التكوين ثلاث أشهر بالإضافة إلى تدريب في الميدان باش يمتلك المتخرجين كل المهارات والتقنية دي المجال اللي يختارون وما هم أهمية في المتير في را كلتر ومع أيضاً نت любимين في المام الأيضاً. إن قادرة في المستدقى بأداء مستدقائي بأداء مستدقائي لا حادثك بالتطريق وفضلكه في المستدقائي سيكون على البلد الحياة أنت تعبت أن تكون في المستدقائي نصيح الوحيد الذي يمكن أن ننصح الوحيد في هذا المدى الثقافي أول شيء يحتاج إلى مجالي يعني أنه مكلف و أهم حاجة أساسية المحترفين وكاليتي لك قرارك في الأساسية وكاليتي عالية وكختصو عليك فترة القرارية عالية حالية بزاف يعني أنه تختصو عليك الترك نصيحة لليلشغب كمين ما ترانيش يزعم أي واحد عن المدى الثقافي وبغي يحترف هذا المدى الثقافي إيش هم تفقوش هي الدركتور أسيستيك يا أسيستون أي حاجة يتوجه اللي يبغى هو يختصد يعني مفرين بزاف ديال بزاف ديال شعب مرحبا بضيفتنا من جديد صوفيا أخميس من مديرة نفيديا المؤسسة عليزا ومرحبا بك من جديد مرحبا بك أكاديمية تعاليزا وش حالف عمرها دابا؟ كالكم واحد تلت شهور تقريبا لأن الافتتاح ديالها كان في شهر أكتوبر بدأت في شهر ستنبير ديال هاد السنة هادي ولكن هو مشروع تقريبا سنتين وحنا خصة من تنوجدو فيه والحمد لله قدر يشوف يبدأ هاد العام هذا بواحد ثلاثة ديال بروموسيون ديال اللي بدأوا ديال المتعلمين في الميادين الثقافية موخة أكاديمية تعاليزا وعليش تدارت؟ ماذا كان الهدف من أنها تكون وتخدموا إليها عامين كاملة؟ فكرة ديال الأكاديمية تعاليزا وعليش تدارت من المؤسسة تعاليزا وعليش تدارت في المغرب كامل عندنا حاليا ست مراكز تقافية في المغرب وفجينا نحلو هاد المراكز في المدن كأقادير فاس مراكش وطانجة لقينا بأن كين نقص كبير في التكوين وفي الأطر المهنية في الميدان التقافي يعني كين شباب بزاف اللي مهتمين بالميدان التقافي وبغين يخدموا في هذا الميدان ولكن ما عندهمش الإمكانية أنهم يتكونوا في هذا الميدان لهذا قررنا أننا ناخدوا هاد الشباب في الإطار ديالنا وننشؤوا هاد الأكاديمية لأنها كتسمح هي أولة بروغرام دو فورماتون اللي يمفتوح الشباب اللي ما عندهمش تقريباً يقدر ما يكونش عندهم نيفو باك اللي هما الأولوية ديالنا هي الشباب اللي يجيين من أحياء هامشية شو وضعية شمعية صعبة؟ ذاك تماماً والهدف هو أننا نفتحوا لهذا الشباب اللي عندهم رغبة أنهم يخدموا في الميدان التقافي وعندهم أنا نتغيب هذا الميدان أنهم يقدروا يخدموا في هذا المجال هذا فش كنت سمعوا ميهن التقافي صوفيا أخميس لما تعرفها شوش متنقصدوا بيها؟ كين مجموعة من ميهن في الميدان التقافي وهذا عاو تاني واحد الشيء اللي ما تعرفو الشباب لأنه كين طبعاً الحال مدارع ديال دور الشباب أو ديال المراكز التقافية ولكن كين ميهن كوسيط التقافي اللي الدور دياله هو أنه يدير الوسيط ما بين الفنانة والجماهير يعني الناس الحي العائلات الأطفال ويقدر يشرح لهم الهدف ديال الأعمال التقافية والهدف ديال التقافة بصفة عامة أو المشاريع التقافية يروج للتقافة بين قصة كين الاسيستان أو المساعدين التقافيين اللي تاهم كي لابو حد دور مهم مع الجمهور ولكن كي عاونوا أوصيف تسير ديال المراكز التقافية في البرمجة ديال المراكز هادو وكين الشيف دو بخوجي كولتوري اللي تاهم عندو حد دور ديال تنشيء المشاريع التقافية تيدعموا الفنانة واللي عندو شي مشروع تقافي أنه يلقى مثلا تمويل ديال المشاريع كيف يحطوا على أرض الواقع كيف يتعامل في التواصل مع الإداعات أو مع الجمهور بصفة عامة فاشيرا مجرى عن نفسه فاش كانت تكلموا على هادا التخصصات وهي مجلة مهمة ولكن بزاف منها كيف ما قلتي صوفيا أخميس عندنا نقص فيه كبير مثلا من يروج للفنانين ويصنع ليهم واحد صورة ديالهم تقدري تقلبي دابا تلقيهم محصوبين على رؤوس الأسابق وإلا ما قلتي شرم ما كانش كان مهان أخرى وجودوين المغربي محتاج أنه يفهم الثقافة عليش من ديورة وكيفاش تشوف مهراجات ولكن ليش حتى بعد مراتك تسمع يديك الجملة الشهيرة ديال وإحنا بقولينا غال مهراجانات الثقافة مهمة كيفما مهمين بزافتي الحاجات وإحنا محتاج اليوم جيري يتربع للثقافة وهذا المهان ستعطينا الناس اللي قادرين يشرحوها بطريقة مدروسة وعلمية ولكن مدة التكوين تلت شهر ياك؟ عالش تلت شهر بالضبط وش هي كافية باش ياخدوا قاعداك شي محتاجينو ويكونوا مواجدين هي في صراحة مدة التكوين كلها هي 6 شهر تقسم إلى جوش المراحل المرحلة الأولى اللي هو تكوين الأكاديمي اللي هو ديالة الشهر يعني في هذه المدة هذي كيكون هاد البنيفيسيخ تكون عندهم مجموعة من الموديل اللي تكونوا تقنيين أو تيوريك اللي كي تتلقوا مع أكاديميين في الميدان التقافي في الميدان السوسيولوجي في القانون وناس ديالة التقافة يعني تتلقوا مع ممتلين مدارة ديالة مؤسسة ببليك ولا بريفي اللي تيحاولوا يشاركوا معهم الإكسperience ديالهم ومرا هذي تلت شهور عندهم واحد للا برييود ديالستاج هذي للا برييود ديالستاج كتسمح لهم أنهم يديروا يمتون بخاتيك يطبقوا هذي تلت شهور عندهم وكيكون معهم واحد للا مرافقة مواكما مرافقة في هذي للا برييود ديالستاج باش يفهموا كيفاش يطبقوا هذي تلت شهور عندما يتعلموا في للا برييود تيوريك هي في صراحة في الميدان تقافي بصفة عامة كانت يعلموا كل نهار أنا الحمد لله وخا عندي للاكسperience ولكن كل نهار كان عاون كتشف كانت تعلم شي حويج إذن ما نقدرش نقولوا بأنه ستشهور ولا تلت شهور كافية ولكن كتعطيهم واحد الليباز باش يقدروا يبدأوا في الميدان الشغل ويكون عندهم واحد ليزوتي اللي بعد يقدروا يديفلوبيهم في العمل ديالهم شكرا بزافة لهذا المبادر الزوينا أنهم يتفرماوا ويوجدوا حاجة زوينا ولكن كيفاش كتساعدهم الأكاديمية أو مخطط الأكاديمية باش تساعدهم على أنهم يتم إدماجهم في سوق الشغل هذا واحد من أدوار ديال الأكاديمية وديال مؤسسة بصفة عامة هي تسنوات كلها مؤسسة علي زاوت مكنات أنها توضع واحد المجموعة من الشركاء في الميدان التقافي والحمد لله الميدان غاديو تكبر وكين مجموعة من المؤسسات بيبليك أو بخيفي اللي كيت انترسوا دابا وكينشقوا مراكي الثقافية مسارح كيتحلو والوزارات هي كتهتمد الموضوع يعني الدور ديالنا كمؤسسة ودور ديال الأكاديمية هي أن نوصلوا ما بين هات الشباب وهات الفتور الامبروايور إن شاء الله اللي غير يختموا معهم وهذا البريود الدوستاش كتسمح أنهم يبدأوا يجربوا العمل سواء عند البرتونيرادو أو يلقاوا منحف في الشور إن شاء الله فش كنت تكلموا لأكاديمية هي جديدة ولكن وراها الخبرة ديال المؤسسة علي زاوت اللي كبيرة وفيها بزاف ديال الحاجات اللي مهتمة بالمجال التقافي اليوم كيفش كتشوفوا أكاديمية تعاليزة ومهن القدام شنو مخططاتكم لها شنو كتطمحوا توصلوها كانت منناو أن أول حاجات التقافة اللي عادية في المجتمع ديالنا ما بغناش يبقلتي بأن الناس يبقوا يفهموا بأن التقافة خضرة فقط طعام كيف كان قولوه خاص المغاربة يفهموا بأن التقافة هي خاصة دخول في الإدوكاسيون ديال الشباب ديالنا لأنك تعلمنا بزاف الحويج على نفسنا على التقافة على التوراة ديالنا كمغاربة والهدف ديال هذا المشروع هذا هو أن يوليو الإمكانيات ان تغسر زمان يعني يكونوا منقش الكفاءات البشرية يكونوا موجودة لأن اليوم المشكل اللي كانت تحفيه هو هاد الكفاءات البشرية وان بارتكولي في الغيجون في النواحي نخرجوا من دار البيضاء الريبات يكون عنا صعوبات أن نلقوا هاد الشباب اللي مكونين اللي مكونين رغم أنهم عندهم رغبة وعندهم واحد لا فيختي على البلد ديالهم على التوراة ديالهم على التقافة المغربية إذن نرى هما اللي غد يهزوا بالمغرب ديالنا ديال الغد إن شاء الله بالتقافة أيضا إن شاء الله شكرا لكم تنحييكم من خلالك نحييك على التقام المرافق لكم في المؤسسة أو لف الأكاديمية وبالتوفيق للجميع الشباب اللي اختاروا أنهم يمشيوا في مشوار مهنة التقافة شكرا لك دكتورة أيضا شرفتنا بالحضور ديالك كيف ما ولفتوا يوميا موعدكم على الشهوات لبنينة سهلة والخفيفة إلى الجيب فقرة 80 شيف مشاهدين مرحبا بكم في حلقة جديدة الوصفة دياليوم غادي يكونوا كيش بالطون المقادير غادي نحتاجوا دخيق، زبدة، البيض، الكريم فريش، الحليب، بصلة، طون وشامبينيا غابدوا أول حاجة بالعجن أنا أخذوا بول كبير وغنديروا فيه دخيق غادي نزيدوا عليه الزبدة غادي نزيدوا شوية الملحة غادي نحركوا غير بأطراف الأصابيع من بعد غادي ترملينا هاد العجن جالنا غادي نزيدوا عليها بيضاء نستمروا في حالة كده باش نجمعوا العجن من بعد غادي نزيدوا شوية ديال الماء ما نحاولش ندلكوهم زيان غير نجمعوا بأطراف الأصابيع وغاديش الدراس من بعد مجمع تلعجين ديالي غادي نزيدوا باش نديروا في طلاجة يبرد شوية وغاديوز باش نورجد الحشوة بالنسبة للحشوة ديالنا غادي يحتاجوا أول حاجة مقلة غادي روها تسخن بمعدة غادي رو فيها شوية جيل الزيت غادي رو فيها بصيلة لقطعناها كترافة رقاب غادي رو فيها شوية جيل ملحة وليبزار غادي رو فيها شوية جيل ملحة وليبزار غادي رو فيها شوية جيل ملحة وليبزار من بعد ما تحروا ليها بصلاو شامبينون هزد عليهم الطون وبهاكده قد تكون الحشوة ديالي وجداد الطون غادي نزيدوه واحد دقيقة وغادي نتحول عليهم البوط غادي نخليو الحشوة ديالتنا على جمب وغادي ندوزو باش نوجدوه بارا يزيل الكيش هناخد بول كبير هندير فيها 4 جيل البيضات من بعد غادي زيت شوية جيل ملحة غادي بلابزار من بعد غادي نزيدو علي واحد تقريبا نجوج معرق جيل الحليب وغادي نزيدوه لا كحيم فراش من بعد ما خلطنا هادشي كلو هندوزو باش نديرو المونتاج ديال كيش من بعد ما اجبدنا لابا ديالنا من تلاجة غد نديروها فوق من البلون تخافي ليكونوا رشيناه بدقيق هنديروها دقيق من الفوق و هنديرو نصرحوها بالغولو عباتيسي هنصرحو لابا ديالنا من قد المول ديالنا نقدرو ندروه مفرضيين الى بغين من بعد ما قد دينا لابا ديالنا في المول غنديرو الحشوة اللي فيها شامبينيون والوصلة والطن بعد نصرحوه حالا كده لابا ديال بعد غد نخبيه لابا رايلي وجدنا هندخلو كل شي الفران درجة الحرارة 180 تقريبا نصف ساعة لكيش جالن بعد ما طابك يكون دول شكل نهائي ديالو إذنالي شوجي الفرمج حمر ورجعنا الفران بشيدو كنتمنين الاعجابكم وبصحة والراحة الى حلقات مقبلة نرحب ضيوفي فقرة نجوم أسرتي زكريا الغفولي والعربية مغران سعداء تكونوا بيناتنا أهلا وسهلا ومنوورينا شكرا لك أختي زينة بفرحان بزاف أني موجود معكم اليوم في برنامج أسرتي مرحبا بيك العربية مغران أهلا وسهلا كوي حفظ ربي نظر معك بشي حولها مجرد بشي حولها وخالي معرفة مكشف المشاهدين غاي فهموا شونا تقول المشاهدين المشاهدين كان قوليهم تفاوين تسعديين السوس ماقبه رغصاد اللي نغو المقاراد أكس نسول فوما ينو نسول ليدون نظر ونظريم مرحبا بيك منوورنا بحضور ديالك كنت ليهم زع ما متشرفت أنني مشاهدين يشوفوني ونشوفون مرحبا منوورنا ومشاء الله تكرهوا على الجديد في الهوى السوا في الهوى السوا أنا معجبة بتجربتك الموسيقية زكريا الغفولي لأنك دايما كنت حريص على تحافظ على التورات واليوم ديولي تيرجع الروح بطريقة عصرية ما بين الدريجة المغربية والأمازيغية ديتنا المغربية كيف جاءت الفكرة كيف شغل أنتم عبادياتكم؟ الفكرة جاءت من شحال هذي كنا درنا مهرجا تفاوي في تفريوت وكنا تلقينا في ديك ساعة كان دك المؤتمر الصحفي وقصونا واحد ساعة في قلنا واش تقدروا التعاونه كنا لمالات بدنا نوام رفدك الوقت في 2019 للأسف نمرها جات كورونا جات كورونا 2020-2021 تجع المهرجات المغربية لأمازيغ المغربة بكندا بوريال عيط لي العربي قال لي واش ندير لهم شي مفاجأة مغاربة اللي تمن ديرهم مفاجأة ديو أول مرة أنا وياك واش نبلك نديروا شي حاجة قلت له مرحبا لدي واحد الأغنية صفت له الجملة قلت له في الهوى ساوا يعني إحنا في حال في حال في الهوى ساوا وهذه كلمة بالله جربة يضبش يفهمها العرب كاملين في نفس الوقت صفت له الجملة اللحنية كتبت أنا لاب أخطي بالعرب بالداريجة هو كتب لاب أخطي بالأمازيغية ودهز واحد الفيني مزيان وهو يكمل لك ديك ساعة كيفش كيف استمت الكليب العربية مغران جوين جزاف فيه واحد الجمالية للألوان فيه البصمة المغربية حاضرة كيفش خدمته على الكليب؟ دائما حتى ديو ما جاشت غيرك يعني حتى أنا من المعجبين ديال التجارب اللي دار الزكريا ماشي أي واحد كباركين ما عاشتو عندك الحب بالتقافة المغربية بالتنوع ديلها وقترحت الفكرة على المخريج كريم جبران اللي كي خدمت معي حتى مناجمتها أختي السيك ومن اللي كي بلي كانت استخرم لها صحية نالي صافي دعمت تواجبت الفكرة ومن إجتهد ذكريا صافي جروني معهم المنتج سيمو حميدي حياتي صافت ليه لشانسولي صافت ليه زكريا قال لي أنا معكم صافي خليته هو المخريج ومنفيد لإنتاج قاعد لجونات الدعونا باش نديرو هذا الدعم ولكن الحمد لله فاش وصل الجمهور يعني ذاك شي اللي كانت منه كتر ثقافة الديو اليوم بقى مقنعة للمغاربة بقيت تتأجبهم بين قوسين دائماً هذا هو أول ديو مغربي بالدارجة أول أرطيس يغنب بالدارجة مع أرطيس يغنب بالأمازيغية وهذه فكرة الحمد لله زوينة محمودة ولكن نظن أن الناس يتقبلون دائماً لديو دائماً كيبغوا يشوفوا جوجب الفنانة مجموعين كيفاش غاد يكون تفهمون بيناتهم وش لوفينغ غايزو هذي حوالي جزوينين وكنضن بأن اللي ديو تخلي واحد تلاقو ح بين جاماهر جوج جمهور زكريا غافورو هيتعرفوا الا بعضهم هيتعرفوا الا زلاد الموسيقى دي لكم أكيد وهذا هو ترصيخي يمكن الأستيل اللي كنت درته أنا أقبل لأن أرتباه راح وبينه بإيقاع أطلاصي دبا هذي أول مرة ندير بإيقاع السوسي لي شوية يعني سريع ولكن في نفس الوقت فيه واحد نغمضي الرباب لما كنت نشوفها كتجرة واحد شوية رجعت بعد غياب واحد شوية دلوقت يعني إنشافوني في دي استيلات خرين الشعبي العصري كان رديد بالنسبة للناس ينتابع يعني الناس يقول يا بغينا نعود ونشوفوك في هذا السير يعني جاءت الفرصة أن نرصيها واللي جميل هو الترصيخ يعني الهوية المغربية والهوية الأمازيغية في الموسيقى في اللباس في الكلام صوت الصورة صوت الصورة في الكلام المحترم لا يمكن يخدش الحياة في الإقاع المغربي اللي يريد أن نحسو بي لتها مغربية والحاجة اللي يعجبتنا هو أننا لحد الآن ما زالين في ترند المغربي يعني كما نشوفه يعني لابترد المغربي الأغلبية دياله يعني موسيقى يعني أكسيدونتال يمكن نراي يمكن نغاب ولكن باش تبقاشات دادا لا تنونسة شي كيفا رحنا بزاف وكيقول بأن التوراة المغربي والفن المغربي الأمازيغي بيخيار مأكيد الموسيقى الأمازيغية أمازيغية بصوت ديال زكي العربية مغران بغن نخد رأيك في حال كي دير حال للموسيقى الأمازيغية الشبابية كيف حالها؟ الموسيقى الأمازيغية كانت واحدة صراع ما بين الجمهور السابق ما يقولش القديم والجمهور الجديد الفنانة يعني اللي بغوا يجددوا الجمهور ما كيخليهم كان واحدة صراع وإن شاء الله غادي يعطي واحدة نتيجة صغير الفنانة اللي بغوا يجددوا ما يعيوش ما يقنطوشي يأمنوا بالجديد وغادي يكمنوا إن شاء الله ما كان لقوشوية صعوبات أنا كان غامر ما عنديش مشكلة الجمهور كان نشوفهم دفوع ما كيتقبلوا شي أفكار من بعد كيبانوا بأن كيبانوا بأن نفس 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 توقيت ديال أغاني طويل نفس 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 نحن نشوفهم مع الموجفكوش أي حاجة كينا باش تكون مزيغية توصل بطريقة سليسة مواكبة للعصر زكريا الغفولي فشندو وإلى الفن ووضائية الفنان في المغرب تنعرفوا مرين بجائحة تكون في تسعتاش المهرجات توقفوا مدة طويلة لأودة هذا السنة ديال المهرجات خلنا نقدروا نقولوا هاد الأم يالله رجعوا المهرجات بواحد القوة ما بعد الجائحة دازت أزمة صعيبة على الفنان؟ أكيد يعني أزمة صعيبة ويعني عندها عندها واحدة تبعية نفسية واقتصادية ومش بالنسبة لي ما زال عندنا نقائس في المجال الفني؟ أكيد يعني لما كانش المجهود الخاص للفنان والإنتاج الخاص دياله وأنه يتقاتل باش يدير شي حاجة أرى مجهود شخصي كبير يديره وكان ضم بأن كورونا من المرهجة وحويش أخرين خلوا بأن الفنان يكتسب واحد المناعة وحاول يتأقلم مع الوضع إحنا دابدوزنا واحد صفلي وزوين وقدر الله ومشا أفعل جاز يزال الحوز يعني توقفنا واحد المدة طويلة وكذلك اللي كيعيشوه دابا الأخوان فلسطين يعني حاجة يعني خلات بأن الفنان يعني خاصوا يتأقلم مع الوضع كما تغيكون ويكون يعني أدن صاغية لجمهور دي يعني ممكنش ممكنش فسط الأزمة فسط الحرب الواحد أو فسط المعانات ما قدروا نخرجه يعني كان توقفت قريبا واحد شهرين وثلت شهور نحن كنا قد نديروه في الهواسة وفي الصيف كان يخش في الصيف ولكن احتار منها للوضع يعني ديال تزال الحوز وكذلك الفنان المغربي يتأقلم ومن مجهوده وشخصي الحمد الله إلهت أننا نلحظ أننا نكون عندنا إديحيا عندنا تجلينا الفيديو كليب معاير العالمية هذا شي كيف نرحب أكتب وما زال إن شاء الله سيكون حواش قريبا سوف نعرف رأي العربائي مغران أهم تحديات لتتواجه اليوم الموسيقى الأمازيغية أو الأغنية الأمازيغية ونحن نحتاج أن نخدم إليها بجدية أهم التحديات هي أن المغاربة الثلاثة يعترفون ويعتزون بالتقافة دينهم ونعرفون أننا كلنا أمازيغ وكلنا في الهواء الثواء وكلنا في الهواء الثلاثة ونعرفون أن التنوع التقافية هو نقطة قوة ونحن نقول الأمازيغيات والاستحسانيات والتنوع وكانت تقفت بحل هندر عندهم ديانات وعندهم تقافات ولكن ذلك كله كان نصب بالصالح للثقافة والصورة الفنية للبلد والحمد لله كان هناك نقص الدارجة في الشريع الأمازيغي مثلا نرى أغادير تسمع الدارجة بزاف أكثر ما تسمع الأمازيغية في الشريع وفي الأسواق وتزني التهييب ذات كيف وضع تحديات أمام الفن بالأمازيغية؟ التحديات يعني يبقى الشاعر كتاب ولم يكن يفهمه يعني قصد تدريس الأمازيغية سوف يحفظ على بزاف تحويش ماشي غير على الموسيقى ولا على اللغة يحفظ إنفوال الإنسان حيث أنا نقدر لو كان ما كان عارش الدارجة ما غاديش نتسن ذاكريا غافوري ولو كان يفهم الأمازيغية ولو كان عارف الأرشيف دياني وستفد مثلا سوف يكتب اسم الشاعر دياني سوف يكتب ديال الفصحة مثلا ديال العربية سوف يستفد منه ولكن أي لغة سوف يستفد منها ونحن نشاطا نتمنى المستقبل يكون أفضل زكريا غال مستقبل كيف يوجد الجمهور تلك؟ سوف يكون مفاجأة جديدة سوف يكون لون موسيقى جديد سوف يخطط أنه موسيقى المغربية يزيد دخول الوطن العربي على طريقته؟ بشي عيبة قد شوفون زكريا غافوري الشيبي في الدرديك وفي العيوت وعندي واحد تلسات الكاشكورات الشعبيين غالي كان وجدهم يعني مصورين على الطريقة المغربية الكلاسيكية طريقة الفيسيدي زكريا غافوري مورا فرقها مورا الشيخات كيش تحو جوا مغربي عائلي قد شوفوني في ثلسات الكاشكورات الشعبيين واحد فيه ذك الشعبي العصري الزوين على اللوهاي اللالي دك الشي دور بهاي الشيباني اهه بيانسور الكاشكول الثاني هو كاشكول شعبي سخون فيه ودعمي ودك الشي وكاشكول الثالث فيه كاشكول أمازيغي شعبي مغربي جميل جدا لأننا نشافوني بزاف دي اللي سينجل بروديكسون الخاصين بيا ما فيها باز كاللاحظ بأنني مني كان مشي تمغني الأغاني ديالي وأكوتي تمغني دي كاشكول شعبي تلقى الناس كيتفعلوا معهم بطريقة كبيرة قلت لما لا أنا ندير هاد الإكسبرينيونس نعطيهم لدك شري تأشبونس هنتم عندكم الحصري أول مرة نقول هذا الشي هذا شرف لي لأنك تشاركنا العربية مغراني شنو موشد الجمهور لمتابعي يعني حاليا كما قلنا رد إحنا نستمتعوا بالنجاة ديالأغنية الجديد إن شاء الله كان فيديو كليب كان نواجد وبغيتنا نوصله للجماهير منيجت الفكرة مع زاكريا غافولي هي المستاجلة حتى نحفو بها الجمهور ديالأغنية وإن شاء الله وقت مجال خير فعلي أن الفن ماشي موسمي أغنية ديالديما إن شاء الله تنحسو هذا الفيديو كليب هذا العمل الجديد وصل الجمهور كامل ونمع لها في قادمة الأيام الفيديو كليب نوصل الجمهور إن شاء الله شكرا لكم شرفتونا بالحضور بيكن وتنبرك لكم نجاحاً جيو ديالكم إن شاء الله نصدفكم في لقاءات أخرى شكراً لكم ومعنا شرفتونا شكرا لكمحاً ماذا لا نقولوا لهم؟ شكراً تنميرت لهم في القدمين يوجبوا لكم شارفون تموائنا شكراً لكم بزراجة ساعة سائدة تكونوا بناتنا مشاهدين الكرام تكنولوجيا فرصة باش نتكلموا على كيفاش خستك تصرف من اللي تبغي تشري أو لتبيع التليفون سواء كان جديد أو لقديم ركينا حاجة خستك تردليها البال في إطار حماية معطيات كده الطابع الشخصي ميستك خاولة تقربنا من معلومات مهمة راجعين بعد لحظات خلينا نرحب بضيفتنا فقرة تكنولوجيا خاولة ميستك مرحبا وإلا وسهلين كيف الحال؟ الحمد لله الحمد لله نرحب بضيفتنا أيضا فقرة ديكور مونيا بوريري مهندسة الدكور مرحبا بك مونيا يا مركلي كيف الحال؟ الحمد لله اليوم انتباه عندنا أشغال نرحب تكذبة شمية كيفاش نقدروا نبدلوا لحيط ديالنا نحن بوحدنا ونصبروهم ونعطيهم الامسة جديدة غادي نتعرفوا على هذا الشيء من دبا شوية غا تبدأ ينتخدرنا أنا غادي نتحدثي لطولين تكلموا تكنولوجيا رفقة خاولة خاولة تنعرفوا باللي تنبغي نشري تليفون أو لا تنبغي نبيع تليفون اليوم تنتكلموا لبزاف ديالناس تيرجؤوا في السوق الهواتف المستعمالة شنو خاصنا نردو ليه لبال من ينبغي نشري بعيدة تليفون دوك عندنا كما قلتي جوج الأنواع مرة كنبغي نشري تليفون جديد مرة كنبغي نشري مستعمالة في حالة جديد كنمشيون نقلبوا للبائعين اللي كيكونوا أقغي حيث دبا عندنا البليبار ديالي مارك دي سمارتفون كينين في المغربين عندهم باعة اللي كي معتمدين ديالهم علاش باش نستافدوا من الغارانتي دونك فاش كيكون تليفون جديد مكين تشي مشكل المشكل كيكون فاش كيكون تليفون قديم داكور دونك متلا انا بشغل نشري تليفون قديم كين بزاف دلمشاكل اللي نقدر لهم البال دكش علاش خاصني متلا اول حاجة مشينش تليفون كنشوف شكل ديالو كنلقاهم زيان ما فيه ما مضربش متاشي حاجة مخصني نشعله متلا نقلب انفورماتيه بعد اول حاجة خصني ندري انفورماتيه باش حتى وإذا كانش مشكل وكينا شي بخوغاماتيه حاجة فاش كنفورماتيه والتليفون كيارجع بحلة جديد بحلة من الول دوك شان تأكدو لاتفورماتيه وهذا كيكون كل شي مزيان ودل العملية سهلة ماشي صعيبة راكي نغير في الغراج ثاني حاجة كنمش نقلب الميكرو كان بدا كننسيغي الابوس ديالي باش نشوف هادك الهاتف ليكون جاي من شي دولة واحدة اخرى وماليز اوبيغاتيه اللي عندنا في المغرب دوك شان سيغي واحد لكارت سيم كنحاول نندوز شي اابل باش كنسمع المكالمات كنخدم شي حاجة شي موسيقى باش كنشوف الباف كنحاول نتكونيكتاف الويفي ليكون شي مشكل فالكارت غيزو كنشوف الاباتخي دياله كيفاش دايره حيث كنيني وحد طورق متلا لي كي يغشوف هاد المسائل وخرى دبا اغلب يدي الهواتف الدكية كتكون كتعرفي مثلا ليطاد باتخي ولا كتعرف الاباتخي واش مبدله ولا ماشي مبدله كنقلب الكاميرا نصور بيها فوتو نصور بها فيديو كنمشي مثلا على اكخن راه كين في الغراج كتشوف الليكولغ واشقاع الليكولغ كي طلعو في الاكخن حيث بعد المرات يقدر يكون شي ديفون لي انتا مرديتش ليه ليقدر ماشلا يكون غير ذاك الاضاءة ماشي بالنسبة اللي خاصها تكون وكين في شي ديفون لي انتا مرديتش ليهيبال لانكش ديتي داك التليفون قلبتيه جاك مزيان كل شي هو هادك خديتيه ومشيتي دونك ضروري ما نديرو هاد الليزاستوس هادو باش نتأكدو ان التليفون راه مزيان ونردو البال وخا هكا كل ناخدوهم عند شي حد تيقلي فاش نرجعو عندو يدير معانا شي حل اها ما نغير هاد النصائح شونا تقدر تديفينه بحصوص نشي التليفون مستعمل كذلك مثلا كنشوفوا لي بوغ ديال لاشارج ضروري نقلبوهم شارجيو التليفون شوفوه راكيت شارجة الليك تخيش لتكدوز مهم هادو كلها نصائح باش دع ما تطرد البال قبل ما سيديه لدارك عاركة يخرج لك شي مشكي وليك عاركة بداي استعمال ديالو ديك ساعة ملاكيهويك واخدمتي بيه ما عندي ما نديلك انا داب اليوم فش كنت تكلموه لانني نبيع تليفوني المستعمل كيتم الحديثة على معطيات ديالنا ده الطبع الشخصي شو الحتياطة اللي ناخدو ميش داك والا اغلبية ديالنا مك ردش لبال هاد ديالي فش كنبغي مشي ونش نبيعوا التليفون ديالنا سنردو البال ان المعطيات اللي فيه روخك انفورماتيو كينين عند اللي بخوفيسيونيل يعني الناس اللي زي ما صحبت المهنة عندهم دي لوجيسيال ودي زباغي اللي تقدرو يرجعو لدونيو الداتا ديالك من بعد ما كتفورماتيو التليفون دونك لاستوسيكين هو انك كتفورماتيو المرة اللوله وكتعاود تحطو يصور واحد ثلاثة دسواية باش التليفون كيعاود يعمر بالداتا كيبقى يعمر 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 دوك من اللي كيعاود كتفورماتيو مرة ثانية حتى يلمشاشي واحد اختدك التليفون ودر انباك اب كيكون دير جاكي دير باك اب ووالا الثاني لي ما فيه متى شي حاجا ولكن ضروري خصنا نرضو البال وضروري خصنان فورماتيو هذي راكن ناكد عليها وخبز فيدينا ستعكزو عليها بعد عالاقل كتحيي داي يكون تكتاكت ديالك داي ليساش ديالك داي الفوتو داي مايل هداك اللي دونيو بونكار دايالك حيش اغلبية ديانا دي دونيو بونكار في التليفون لذلك ما يمكن شلي ينبيعوا وفي شي حاجة بحلقة كرة وزي ما مسألة شي شوية سنصيب أشروط نصحينا آخر في تعاملنا مع الهواتفة الذكية لش رينها جديدة وش تكون الضمانات كلها متوفرة كتكون الضمانات متوفرة في حالة إذا ما كانت لها مارك في البلد اللي نتافئ مثلا إحنا في المغرب عارفي اللي مارك اللي كينين في المغرب كشركات كعلامات عندنا هنا في المغرب يعني عندنا لغارنتي وولتي واحد النقطة بغيت نشير لها بالنسبة لغارنتي رمشي فطاح لك التليفون وتهرست لك خان رايه منزل في لغارنتي الشركة عندما تدير لك فائد الحالة را لغارنتي كيدخل في لكانشي عطاب تيخني يعني وسط التليفون شي كود سركوية شي حاجة أما كل ما هو انتت اللي تسببتي فيه مثلا طيحتي ولا دخلوا الماء هادية ما كيدخلش في لغارنتي فقط تقدر تمشي عندهم تديه لهم إلى خدمته مثلا إيل باق ورمشي كيبتدوه لك را كيشدوه كيقلبوه وكيشوفوه يقدروا يسلحوا ذاك المشكيل حتى يتأكدوا أن المشكل راه من عندهم فعلا من نزعمة مشكلة في الصنع عادي يقدروا يبدلوا القلاب باقعي ديالك دون نرد بالي من يمكن شري التليفون نتأكد أن ذاك الباقع معتمد خاصة لكي نتلاع مارك في المغريب حيث غا نقدر نستفد من من التأمين ولا لغارنتي أما الهواتف اللي تكون جديدة بحل دبا مثلا لما المارك ديال اللي سماكتفون اللي عنا بالمغريب كينين واحد الهواتف اللي ما تكونوش في السوق المغريبي ماشي ديستيني السوق المغريبي ما كينين باع اللي كيدخلوه في السوق السوداء كي يجيبوهم من المغريب تقدر تشريه ولكن اللي وقع شي مشكلة ما ما عندك تشيه لما عندك شكون تلجع وكيني الماركة الزعمة اللي معروفين متوقع فيهم المشكلة كي يكون عندك الحل الواحد اللي عندك يقول لك رخصك تصيفته الماركة اللي مصوفة ذاك التليفون مثلا أنا جدينا بوقتكو شريته هاتف اللي جاي من المتلا الولايات المتحدة الأمريكية لشريته ووقع فيه شي وانا شخصيا وقعت لي يكون شريت بيسي وخليجوا عندي فضروا جديد بلا بوط ديالو وبلا فاكتوه وكل شي وكيت فيه مشكلة بل يوقيت ذاك المشكل حيث ما شريتهوش من عند باقع معتمد هنا في المغريب كنت مضطرة أن ينصيفته حتى المريكان ويمشي للشركة ويعاودي يصابوه لي عاودي عاودي رشالي بما أنك تكلمت علي بيسي خليني ينحل هاد القوس واش نفس الاحتياطات تناخدوها فاش نتكلمو على بيسي بوغ طابلا ولا على تابليت نفس الاحتياطات خاصنا نشدوه نقلبوه مش ديروش ذاك التقليب التقليدي ديال نشوفه غي الشكل ديال وكيبالينا جديد عارب عند المرة تقدر ليك خون تكون مبدلة وكي يقول لك أرى اللي ارى التليفون جديد مع مما بتخلق واش نعرف ليك خون بدلة باش كنعرفوها اكن نشيوا البلاسة ديال الشخجو وكن نفخو فيه إلا رجع لنا الهواء الفمنا سيطادي غرى التليفون مسدود إلا لدي زراهم ديجة تحل هادا لاستيس المعطاية ديالنا نفورماتو الطابليت نفورماتو البيسي بوستر قبل ما نبيعوهم هادو كنقولو كان فلاشيوهم ولكن فورماتيوهم داروري نديرو هاد النقطة لحماية المعطاية الشخصية ديالنا شكرا لكم مستكنا نصائح حاك لنا وشاهدين الكرام إلا بغيتون توم تديرو او لتبدلو بشكل الحيوط ديال منازل ديالكم تسبغون توم ديروها اكتفيتة مع الوليدة ديالكم ولكن تكون زوينة وعاطية المنظر وعاطية العين كيف ما سنقولو اليوم مونيا بوراري عفو انتقدم لنا مجموعة من نصائح وندكر هي مهندسات ديكار مونيا بوراري مرحبا من جديد كيف حالك الحمد لله الحمد لله اليوم سباغة عندنا خدام ينتن سبغو كيفش تقتر حالينا بعد المرة تنبغو نبدلو حاجة في الحيوط ديالنا نعطى ولمسا جديدة بلا ما نطروا اننا نجيبو سباغ وروينا بحاجة بسيطة شو نقدروا نديرو والزينب كيف ما قلت في اللول بارفو كام بغين ديرو ديال اكتيفيتي مع وليداتنا وهادا دونك هاد لستوس هادي زوينة لناس اللي بغين يديرو ديال اكتيفيتي مع وليداتهم اولا هما عندهم داك الروح ديال ابداع و بغين يديرو واحد لاتو شو يبدلوها و سي فاسيل دونك كيشريو واحد ليبوشوار بحال هادو فان جميع الدروجريا وهادا كي القوهم كي نجوج ديال حواج سواء كي يخدو لبات بحال هادي رام عروفا فان جميع الناس اللي كي بيعو سباغا تتخلون لونة ولا هما تتخلون لونة لا تنتك تديريها انتع لحسب بالاسباس اللي عندك الفضاء اللي عندك دونك كتاخدها في اللون ديالها البيض و كتزديع ليها لها كولر سينو هادي شوية لاتكنيك ديالها صعيبة را غادي نحاول نديرليها لابليكاسيون هناي باش يعرفونا شوية لاتكنيك ديالها كيفش ديرا اولا كناخدو غي شيتا ايا و كي ما كنشوفو معانا هدا با ديجا لسقط واحد البوشوار لي هو صغيوة ايا و كنديرو غير بحال هكدو شوية ديال سباغا شوية ديال سباغا اللي واجده ديجا واجده ديجا دوغي برونز وتنسبو هاداك البوشوار هاد البوشوار اكزاكتو ايا الزخرافة تختلف تختلف كيف ما بريتها لحسب الدوق و لحسب شنه هو الوستيل بحال دبها ديزو واقه مغربية مثلا اللي بغا يدير ديك لاتوش ماروكين انا زربت عليها حيتاسي جوست بورمونتخي للناس ولكن اللي كان خليوها واحد شوية را كتعطينا واحد المنظر اللي هو زوين كان نحاولو انه حال هاد طبعا اللي تنشوفو الخضراء اللي درتي الكبيرة اي اكزاكتو هاد الخضراء هادي خدمتها بهاد لابات اللي وريت في اللول ما بغيناش اننا نخدمو بهاد لابات هادي ما عندناش اولا مساليناش عندنا سباغا شيطة في الدار اولا بغينا نجيبو اي سباغا كان ناخدو عاود ثاني غيرولو بحال هكدو بحال هكدو بحال هكدو نعود داني ناخد واندوز تاندوز الرولو ديالي في سباغه وان ناخدو ناخدو زو rope اي اكزاكت ايندوز الرولو ديالي كيف حال هكدو اها لا نخدمه لما يتمونه كن حيبو وهاو ثاني نحاو كان يستعين قمت بشاوار في الحمد مني في الحمد صباحاً لأحياناً من المرات دماء في المنزل ينزلت أبطاء في المنزل يقولون الله سوف يقلعون في شي حاجة في أي سالان مغربي في الصفحة غريطان تريد أن تفضل نغريباً أيضًا عندما تريد هذه التقنية تريد أن تفضل ان تشوفها مع صباح ونستطيع أن تفضلها في المرافع صباحاً مغربي إن كان غريبيا جدنا واحد للهاتف ماروكي أو إنهم في المنزل في المدين ممكن أن نستعمل هذا بالنسبة للناس الذين يكون عندهم تخوف من بابيبا وهذا هو حلول من بين الحلول التي تعطيك نستخدم دفتة شمالية واحد زواء قزوينة وفاصيل ومن في الكوزين يه كي يكون واحد لحد بعد مرات ما تنطيروش لرخام أولا تكون يوم سبوغ نقدرون أن نستعملوا هذه التكنيك فيه أولا بالنسبة للناس الذين طلع لهم زليج ديالهم فرسهم كي نسبة زليج يعني إمكال لنا أنا نسبة زليجري بالبلان ولا بلا كولور اللي بغينا ونحطوا عليها هاد البوشور هاد ولي كتشوفوا هادي يبدلوا المنظر ونديروا عليها دلا كولور هاد وثاني اللي بغينا باش نطلوه سواء كناخ دامين بلا أرجنتي بالبرونز بالضوري في الكوزين بالنوار بالبوردو سواء كنديروا هاد الويرات كلهم تيجوا هكا في هاد الزخرفات؟ لا الزخرفة احنا اللي كنختاروها والألوان احنا كنجيبوهم ولكن شنو اللوان اللي بنسبة الناس ما غيحيروش فيهم وغيجوزوين يعني لا يمكنش لي نحكم لأنا ما عرفتش باش مفرشين لهذا ولكن دائما مشيو في البلون كاسي مارون غري غري فانسي لي كولور اللي هكذا اللي ردي يمشيونا مع أغلبية الحاجات في الضرط يانا شحال مثلا واحد لحيط شحال ما نفوتوش فيه من زخرافة بحلاكة بشمال انتحوش في الفخ ديال سيتخوش هاخشي؟ إلا كان لحيط بار اكزامبل فيه جوج ميترو يعني يالله تكفينا فيه واحدة من هاد الكبيرة وانا اه لش خطاريت هاد الغوه مالاحسن الناس اللي ما عندهم شو احد الخبرة ولا ما زال ما متمكنينش من هاد الي بوشواغ هادو مالاحسن انهم ياخدوا الغوه علاش الغوه لغوه لغوه مكيطاش لعيب ايه؟ الكاغي كيخذك تخديدكش بالعبار ومعبات ميبانش هذا اولا الطريقة اللي درت انا علاش درت انا يا هكذا بالمقلوب باش ميبانش لعيب يعني كيف محطيتها عشوائيين جيت غادي ندير هكذا بطاق غادي نحتها بلا ما نشوف دونك ما غادش تعطيني دك لديه بنيت اللي ديفو حيث احنا يبغينا الناس يخدموا الحاجة بالديوم وامنتون ما تبنش فيها ما يبنش للعيوب اولاد ديفو ولا ما تبنش انها را هم دورة فش كنديروا هاد نوع ديه الزخرافات تيصبروا؟ بيانسور وش حال تقدر تدوم الموضة؟ تقدوم لنا دائما احنا 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 ممكن ديرو في احداث تتجولي؟ بيانسور إلا بغينا مثلا كي الناس اللي كي بغيو ديك لاتوش مغوكين درير للي يمكن لك هاداك الحاجة كامل اما كنخدموه بالعود اوليو باش تدير ديك الزخرافة بالعود او لا باش تديرها بالقبس او لا تديرها باش تخرج ديك لاتوش مغوكين زوين بزاف انو تخدمي بهاد البوشواغ هادا ويكون طن في طن يعني احنا كيف مما شفنا هنائيا خدمنا هاداك الكولور هادا مع الخضار كي المارون هادا ممكن اننا نخدمو البلان في البلان الگري في الگري البيج في البيج يعني كتشوفي واحد الجمال كتشوفي شي حاجة في دك الحيط كتتيرك ومام طن اراه اشنو هاتشي واش بابي بان واش هادا اشنو مدير هنا ايه وكاتاتك هديك الاتوش كيف ما قولنا الاخ دينا زواق مغربية را غا ديكون لطوب هادا وديك ساها لحسب الادواق دينا را ها كين كزاف ديال ديال رشمات كيف ما سنقولو ليموتيف شكرا اللي كامونيا لنصائحة كلنا وندكر باللي كيف ما قلت انتي نختارو الزخرافات الدائرية لان احنا ماشي مهانين محترفين غا دي ميبانوش لأيوب ديال الحيوط ديالنا واللي ديفول اللي كاينين فيهم نستمتعو نديرو ها اكتيفيتم اوليدتنا واليوم كين بزاف ديال الفيديوات اللي تدخلينا نتبعو نعرفو كيفاش نديرو هاد الحاجة او لا مستيك بيانسو انا بدا من الناس محبين ديالاتشي كين بزاف ديال الفيديو اللي كيبينو لك ديزاستويس بحل هاداستويس هادا اللي انا اعجبني نجربو ردو اعلموني الخبار ومن هنا كنشكرو حتى لعيالات ديالنا راه زمان كانوا كيسبغوهما لعيال ديال شمال كانوا كيسبغوهما لحيوطة ديالهم ويش نعودو نحيي كانوا كيسبغوهما لعيالات ديالنا وانتحركوش نديرو حاجات في ديور ديالنا رجال ونسا مع ولداتنا ان شاء الله وهذا الشي اللي كانوا وكان اعتدروا من الحريفية كان شي غالط وليش عجلي انا كننازرباني ديالسوغ ندرا لديق الوقت ولانا كنصورو في الحلقة ما مقدرناش نديرو بالتفاصيل ولكن ديجا شما كيفا صبتيها جزوينا شكرا لك جزاف مونيا شكرا لك خولا مشاهدينا الكرام ما تنسوش باللي ممكن تفعلهم انا وتشاركونا اراءكم على البرنامج عبر الصفحات الاولى على مواقع التواصل الشمائي اهلا بكم تتدار لكم اسفل الشاشة ما بقليلا نقول لكم شكرا والف شكرا لحسن المتابعة ملقانا الجدد اكيد في حلقات مقبلة مواضيع جديدة وضيوف جدد في انتظاركم تبقوا على خير وشية طيبة على الاولى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة